في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 24 قضية بيع استوانات متجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8274 استوانات متجاز وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت مليون و257 171 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 1142 قضية السلع غزائية وتمونية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 4231.5 طن سلع غزائية وتمونية متنوعة كما تم ضبط 219 قضية بيع بأزياد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 92.5 طن وضبط 23 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 79.5 طن أرز أبيض وكذلك ضبط 4919 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 283.5 طن دقيق بلدي كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 137.5 طن سلع غزائية متنوعة وما يزيد على 55 طن دقيق أبيض وضبط قضيتين بيع بأزياد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 7 طن أعلاف حيوانية وضبط 26 قضية غش أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 96 طن أعلاف حيوانية وضبط 18 قضية غش أعلاف وأسميدة زراعية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 639 طن أعلاف حيوانية وداجنة و 15 طن أسميدة زراعية وتم ضبط 303 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت حوالي 75 طن سلع غزائية متنوعة وأكثر من 46.5 طن دقيق أبيض كما تم ضبط 56 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 26 طن سلع مدعومة متنوعة وأكثر من 7.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 35.5 طن أسميدة زراعية مدعمة وتم ضبط 2824 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغزائية وغير الغزائية كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 25 طن أسمنتة و50 طن حديد تسليح كما تم ضبط 41 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 603 طن أرز الشعير وضبط 455 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت 283 طن أرز الشعير كما تم ضبط 293 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 22818 عبو السجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 634 ألفاً و689 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 433 ألفاً و816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3452 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 136 سائق منهم كما تم المرور على 113 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 729 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 559 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتبين عدم مطابقة 24 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 471 سيارة و49 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 4461 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 817 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 828 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2293 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 2712 مخالفة ملسقات و44 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2227 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79195 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60.812.064 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 265 قضية من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 123 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50 قضية بقيمة مالية بلغت 142.559.716 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2141 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار وتسعمائة واثنين وسبعين مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8.239.120 جنيه